اشتركوا في القناة ابرزت او افرزت عدد كبير من المواهب ما شاء الله موجود عندنا في منتخب مصر من النادي الاهلي حوالي تم اللاعبين مجهود كبير بنقول لعب النادي الاهلي الف مليون مبروك مليون مبروك لابطالنا ابطال الدوري دوري الجمهورية موليد الفين وستة علشان حضراتكم تشوفوا اللقطة دي اللقطة دي بيكون وراها مجهود وتعب كبير جدا بنبتديه من هنا من الشكر من لجنة التخطيط وايضا كل العاملين داخل قطاع الناشئين بننادي الاهلي شكرا كابتن خالد بيبو على المجهود الكبير شكرا مستر بروكتش المدير الفني الاجنابي لقطاع الناشئين بننادي الاهلي شكرا للجهاز الفني لموليد الفين وستة شكرا لكل اللاعبين كل العمال كل الإداريين كل جهزة طبية علشان تشوفوا اللقطة دي علشان نشوف في مصنع الابطال قطاع الناشئين بننادي الاهلي ان الناشئ الصغير يتعلم ازاي يحصد بطولة او يتربع على البطولة مجهود كبير بنقول لكل الناس ألف مليون شكر كابتن حشيش دكتور أحمد ثابت ألف مبروك بطولة مهمة جدا أفرزت عن لاعبين إن شاء الله في المستقبل قريب يكونوا نوا وداعمين الفريا والبنناد لها طبعا ألف مبروك لنا كلنا زي ما أنت قلت أسامة النجاح الكبير البطولات دي بيبقى وراها مجهود متواصل من أصغر واحد لأكبر واحد في النادي يعني هي مجموعة عمل متكملة منظومة متكملة داخل فيها كل الأطراف بتؤدي في الآخر للنجاح اللي احنا شايفينه وطبعا الفرق الفرق المميزة سواء لعيبة أو جهاز فني في النادي الأهلي عاملين مباريات ومستوى عالي وكبير مقدمين لنا بصراحة لعيبة إن شاء الله مستقبل للنادي الأهلي من أول حراسة المرمى لخط الدفاع نص ملعب فرودة كلهم لعيبة مميزة قبل ما يقدموهم للنادي الأهلي مقدمينهم ليه منتخب مصر ليه الناشيين إن شاء الله دول يبقوا أمل النادي الأهلي وبنشكر طبعا الجميع على الجهد المفزول وبشكر برضو يعني مجلس دارة زد وقطع الناشيين كابتن علا نبيل طبعا على الكلام الجميل اللي احنا شايفينه والإحتفالية اللي هم مشاركين فيها وطبعا بنشكرهم على الروح دي وإن شاء الله الروح دي تتنقل لكل الفرق إن شاء الله بإذن الله دي مراسم التتويج ويا رب زي النهار دا وإحنا بنحتفل بفريق 2006 أبطال الدوري يوم الاتنين القادم إن شاء الله النادي الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا بكل دعوات المصريين وخاصة دعوات الأهلوية تعال روح لملعب المباراة ومراسم التتويج مع معلقنا الرياض المميز كابتن محمد رمضان مرة تانية يا كابتن أسامة بنرجع ولكن المرة دي مش للتعليق على المباراة دي للتعليق على الفرحة بالبطولة ودي الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن سامر وكابتن أحمد عبد أو كابتن أحمد رؤوف والمدرب الحراس بقى كابتن محمد فتوح وكابتن محمد نحلة أحمال والدكتور أحمد جاب الله وبرقيم خاطر مدلك والجميع ودي ممر شرفي جميل جدا وروح رياضية جميلة ودي بقى الفاروركس أو الألعاب النارية المراسم جميلة احتفال الفرق تزد بأبو إي الورد بتستقبل أبطال البطولة والنادي الأهلي وبطال المسابقة السلسلسل مشهد جميل مشهد حلو خلاص اللقاء خلص بحلو مره وتعادله من في حازم قصة مش مشكلة ولكن دلوقتي لحظة ده التتويج نتمنى بإذن الله يوم الاثنين نشوف لعب نفس اللحظة ونفس اللقطة مع الفريق الأول بإذن الله في المغرب وهيبقى إنجاز بصراحة يحسب ليه نادي الأهلي ومجلس إدارته كابتن محمود الخطيب وفرقة الكورة وجميع العملين بالنادي الأهلي بإذن الله التتويج يوم الاثنين إن شاء الله قادي كابت خالب بيه وكابت على نبيل والسلام على جميع العاب الفريق بقى مرورا بيه عمر كامل مازن ياسين ويه عبدين وعمر زكريا ويوسف إسلام شام مصطفى براهيم عاد كله 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 بيسلم وإساس احتياطي الجميع على قلبه رجل واحد على قلبه روح الفانيلا الحامرة حمد حازم ويه عبد الرحمن عماد وفتح مصطفى ويوسف وسعد وعبد الله طاهر وارضا والجميع فرحان طبعا مشاهد جميلة التتويج جميل ودي الاحتفال وروح رياضية جميلة سواء من نادي زد النهاردة اللي بيشارك في التتويج ودي ترتة البطولة كابت نسامر وكابت لحم أضرقوف كابت على نبيل وكابت خالب بيبه والجميع بيحتفل آه دي ههو الفرحة المفروض إن البطولة دي على القلي يبقى فيها حتى تروفي أو درع أو كاس أو حاجة تتعامل للعيبة حتى أدي اللعيب مادليا أخلي الولد يفتكر الزكرات الحلوة إنما هي القصة أنا خدت البطولة إيه اللي بأخده حلو الفرحة حلوة وكله موجود ودي الجميع بيحتفل الجهاز المعاون كابتر عبرحيم وعطف إبراهيم وكل بيحتفل مع الولاد دي لازم الولاد دي عندها تذكار حاجة أفتكر إن أنا خدت البطولة دي وقادي التورتاز لعطاط جميلة ذكريات حلوة طبعا اللعيبة تفتكرها اللعيب يتربى من الصغر في النادي الأهلي على البطولة يطلع الولاد مقبلش غير المركز الأول يقولك البطولة بالنسبالي ما بتقبلش الاسمة غير على واحده على المركز الأول لأن الأهلي بالنسباله المركز الثاني زي وزي الأخير ما بتفرقش لسه المراسم الحلوة واللقاطات الحلوة شغالة واللعيبة الله ده هنا بقى مين ده عمار وين خدت طرطة مروح يعني هم كلهم مع بعض يا عمار بس لقاطات بتبقى حلوة لأ طبعا أقول لحضراتكم ذكريات جميلة بنشكر طبعا الجميع على المسم الطويل الكبير انتهى بالتكليل بالبطولة وكابتن نوساما حسني باستاذ الأجبال والكنترول والستوديو ودكروري مخرجنا الجميل فريق أداد النشيد بالكل عشان ما ننساش حد ساعدت جدا على مدار الموسم الطويل ده مع حضراتكم وننساش برضو يسرى من البروديوسر يعني ايه الجميع ايه الجميع طبعا وعلى رأس هنا قناة الأهلي المنظومة الكابتن اسلام الشاطر والأستاذ آب الخطيب الجميع كله بصراحة أضافة نطلع بالصورة دي عشان ما ننساش حد الأسامي كتير والجميع يجب الشكر والإعداد والإنتاج والكل ولكن من كل قلبي ألف مليون مبروك للنادي الأهلي على هذه البطولة الغالية وسعدت أن يكون مع حضراتكم أعزائي المتابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تقبلوا بقبول تحياتي محمد رمضان وإلى قطة أخرى قادمة عبر شاشة قناة الأهلي في ذلك الملتقى والمايكروفون يطير إلى أستاذ الأجبال والكابتل أسامة حسنف عليك المايكروفون اسأل على الأهلي وبطولاتكم كلك بسع للعب وكفايا على الأهلي كل أهلي نقطة ومنقوة للصد الأهلي كيان ومكان بالقلب وعش كعب أهي الأهلي في كل زمان ما ديش رايبين الحم أهي الأهلي كيان ومكان بالقلب وعش كعب أهي الأهلي في كل زمان ما ديش رايبين الحم أهي الأهلي ما ديش رايبين الحم ده الإسم اللي مش عنا في مصر الأهلي في دم اللي حبه عامل زي الروح كوه القسم الكرة عيب أسمحني لو كنا نسميها بقسم الأهلي الأهلي كيان ومكان بالقلب وعش كعب أهي الأهلي في كل زمان ما ديش رايبين الحم أهي الأهلي كيان ومكان بالقلب وعش كعب أهي الأهلي في كل زمان ما ديش رايبين الحم أهي 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 بطولة دوري الجمهورية بطولة قوية بطولة بتضم كل الدور الممتاز كمان إضافة ليهم نادي زد ما شاء الله نادي وعمل فريق آه محترم آه كان بس لي رجاء النهاردة وإحنا بنحتفل بطولة الدورة نتفرج على الدورة الإنجليزي في المرحلة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة وبنشوف توزيع الجوائز والدرع وأفضل لاعب والهدف في ملعب المباراة لفتة طيبة بس لو المسؤولين في اتحاد الكرة في لاجلة المسابقات عن قطاعات الناشئين الفريق البطل يبقى فيه درع للناشئين وميداليات اللاعبة بتستلمها بتكون تسكر لللاعب بعد كده بيتذكر أن البطولة دي أنا أخذتها حاجة بسيطة ومش مكلفة لكن النهاردة النادي الأهلي فعلاً إحنا بنعمل احتفالية كبيرة لأبطالنا اللي هم يستحقوا هذا التكريم على مدار الموسم موسم أكثر من رائع كل الأرقام بيحققها النادي الأهلي النهاردة منشوف ما شاء الله الهدف أو هدف الدوري من النادي الأهلي حسام عادل برصيد تسعتاشر هدف شيء مميز جداً تم اللاعبين بيقدمهم النادي الأهلي لمنتخب مصر من دوري 2006 بنشوف النهاردة جهاز فني محترم وحابة أقول قائمة الشرف النهاردة اللي شرفت النادي الأهلي وكمان يعني حققت بطولة الدوري جهاز الفني الكابتن سامر عبد الرحمن أحمد رؤوف محمد فتوح مداري حراس مرمى محمد نحلى أحمد جبالة إبراهيم خاطر عمار فتحي عبد الرحيم عبد الباديع جهاز معاون عاطف إبراهيم جهاز معاون وهقول لحضراتكم برضو قائمة الشرف من اللاعبين أحمد محمد عبدين أمير علاء إسماعيل اللي منتمناله السلامة ويرجع كان جال رباط صليبي في الموسم إبراهيم عادل حسام عادل أدم سمير محمد حازم عبد الرحمن هشام عمر سيد معاود عمر زكريا عبد الرحمن عماد النحاس عبد الله طاهر علي الدين علاء عمار وليد حافظ عمر كامل فارس أحمد فتحي مصطفى مازن أحمد مصطفى أشرف محمد أحمد السيد يشام مصطفى يوسف السيد خيري رمز يونس يوسف محمود أحمد محمد مجدي ويوسف إسلام ومحمد رضا وأحمد رضا سالم 30 لائب ما شاء الله مميزين جدا عندنا في قطاع النشري بالنادي الأهلي بيضموهم فريق 2006 كابتن حشيش احتفالية رائعة ومنظر ما شاء الله حاجة رائعة حاجة طبعا جميلة يعني تقليد جديد يعني بتعامل جوه النادي الأهلي بأكد كلامك طبعا على موضوع الدرع والمديليات ده لازم حاجة أساسية حقيقة تبقى تاريخ وتسجيل بالنسبة للعيبة أنهم أحرزوا البطولة دي موسم الفلاني احنا على مستوى الفروعة أسامة بنعملها بنعملها على مستوى مسابقات المنطقة وحتى مهرجانات البراعة من الصغيرين بنعمل كؤوس وبنعمل مديليات درجة تالتة ربعة تانية وبتجمع كل الأندية فما بقى لك بقى أن دي بطولة جمهورية كلها أندي الدوري ممتاز فلازم على الأقل يبقى فيه درع أو فيه مديليات الناس تحس أنها بس يعني استلمت حاجة وتبقى ذكرى للعيبة احنا الغد دلوقتي المديليات اللي خدناها من السبعينات واحتفظين بها الغد دلوقتي فلازم الحقيقة تبقى ذكرى طيبة طبعا دكتور سابت ما شاء الله على مدار موسم كنتم مشرفين هنا وفي نجوم التحليل وكنا مراكزين مع 2006 صمرة النجاح بنشوفها مع لعيب النادي الأهلي الجماهير بدأت تعرف دلوقتي أسماء اللاعبين في فريق 2006 نشوف الكابتن محمد وهبا بيضم تم اللاعبين من النادي الأهلي اللاعبين بحقوا بطولة شمال أفريقيا كمان يعني استاد الأشبال يعني أتى بثماره زملون طبعا في البداية ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ودورة جمهورية موليد 2006 وإن شاء الله دي تكون بداية كده اليوم الاتنين إن شاء الله تكون الفرحة الصغيرة والفرحة الشبيرة بإذن الله يوم الاتنين خلينا أقول لحدك بعض النقاط كده سريعا على فريق 2006 من وجهة نظري ده أحسن فريق في قطاع الناشئين هذا الموسم في النادي الأهلي فريق 2006 لكذا سبب أول سبب حصلوا على لقب دور الجمهورية هتقول لي في دور الشباب مش مهم أننا نحصل على لقب أقول لك لا بالنسبة للنادي الأهلي أهم حاجة عندي دايما أننا نكون رقم واحد بغض النظر بقى عن إيه لازم لازم أننا نحصل على البطولة ده أول سبب السبب الثاني فرقة مسجلة 81 هدف على مدار الموسم وده رقم قياسي يحسب للعيبة ويحسب للجهاز الفني رقم كبير جدا 81 هدف 31 ماتش رقم كبير يعني الحاجة الثالثة أنا على مستوى قطاع الناشئين بشوف فرقة بتلعب بطريقة لعب واحدة لا النهاردة كابتن سامر عبد الرحمن حتى في مباراة النهاردة بدأ بطريقته بيلعب 4-3-2-1 الشوط الثاني حولها 4-4-2 مباراة الزمالك في آخر 10 دقائق لعبنا بتلت مدافعين ففي تنوى أمرونا تكتك إذا ما حضرتكوا تفضلتوا وقلتوا أن في خطط لعب كتير اللعب بيستفاد منها من صغره بيتعود على كذا طريقة لعب الحاجة الرابعة من وجهة نظري تاكتك الدربات الروكنية اللي احنا شفناها على مدار الموسم والضربات السابتة إن اللعيبة في السن ده موليد منتخب الشباب بيتحفزوا ضربات روكنية وبيتحفزوا ضربات سابتة من صغرهم دي حاجة تحترام الحاجة الخامسة من وجهة نظري إن في تطوير مستويات لعبين سواء حسام عادل اللي كان في البداية ده قبل السنة دي كان مدافع السنة دي بقى مهاجم وبنشوفه هدف الدوري جاي بالسنة دي 19 هدف دي حاجة مهم في تطوير لمستويات لعب كتير جدا الحاجة الستة طيب أسيبك تقول الحاجة الستة يا دكتور وعايز أروح لملعب المباراة مع زميلنا محمد توفي ومعه لقا مهم جدا مع كابتن علاء نبير رئيس قطاع النشيف نادي زد والكابتن خالد بيبو تحياتي لك يا توفي وتحيات كابتن حشيش والدكتور أحمد سابت طيب لسه مش جايز طيب أول ما يجز كنت حياك وتتفضل يا دكتور الحاجة الستة كمان المميزات بتاعت الكطاع إن فيه تنوع كمان في الهدفين أكتر من لعب مسجل أهداف كتير يعني حسام عادل مسجل 19 هدف إبراهيم عادل مسجل 13 هدف عمر سيد معوض مسجل 13 هدف عمر وليد 11 هدف ففيه تنوع أنت عندك مصادر للتهديف كتيرة الحاجة السابعة النقطة السابعة كمان إن الفرقة دي فيها تمن لعيبة في منتخب الشباب ده مش موجود في ولا فرقة على مستوى الجمهورية فرقة كويسة جدا تمن لعيبة في فرقة في منتخب الشباب عمر سيد معوض هشام مصطفى يوسف إسلام الحاجة التمنى كمان إن إحنا بنشوف جواكر عايز نقول الحاجة مش عارف التمنى ولا التاسعر اللي مغات متخطط مشاء الله عادل في جبان في جواكر يعني شفنا مثلا إبراهيم عادل بدء المتش العيب ارتكاز المساند بعد كده تحول لمهاجم وإحنا بنتفرج لأينا 4-4-2 بعد كده رجع تاني ارتكاز بنشوف حتى الباكرايت النهاردة عمر زكريا كان عامل ماتش هاي اللعب باكرايت في الشوت التاني تحول باكليفت ففي المدرب بصراحة كابتن سامر عبد الرحمن ليه بصمة وجهة نظر إنه هو عامل موسم ممتاز ممتاز اللي بيحصل ده اللي احنا بنشوفه ده بنشوف فريق كبار انت بتيجي بتتمتع بالمباراة اللي احنا بنحللها هنا من كتر المرونة التكتكال اللي بنشوفها والتغييرات وطريقة اللعب والأخطاء والأهداف وحتى 81 هدف في موسم رقم كبير كل ماتش فيه أهداف فبصراحة فرقة 2006 تستحق التحية بس المهم التطوير بقى إن أنا حافظ على ده واشوف إيه اللي ناقصني وكمله هنسمع التطوير مع كابتن حشيش لكن نروح لملعب المباراة مننا محمد توفيه معه لقاءة مهمة جدا نتفضل توفيه أولا بنبارك طبع لنادي الأهلي بطولة 2006 وبنشكر الكابتن خالد على الاستضافة الجميلة وعلى اليوم الجميل اللي احنا قضناه بجد يعني كل حاجة حلوة مباراة جميلة كان أقل حاجة نعملها النادي الزيد اللي احنا بنعبر عن تقديرنا للنادي الأهلي وبنكرم اللعيبة بعطول مسابقة شهادتنا منتخب يعني 2006 في الناشئين يعني فيش مسابقة بستمر الغد الوادي لكن طبعا موجود كبير جدا أنا شايف أن الفريتيني كانوا بنعابه النهاردة فيهم عدد كبير جدا من لعيبة المميزين اللي هيكون اليوم شايني كبير جدا في الكرة المصرية بنتمنى التوفيق لنادي الأهلي بعد ذلك كابتن خالد نهاردة يعني بوشة خير كده اليوم اللي اتنين إن شاء الله يعني تبقى كده تفاؤل إن شاء الله نبارك لنادي الأهلي بفوز وبطولة أفريقيا إن شاء الله كابتن يعني هذكر لليك باعك طويل جدا في المنتخبات وكلمت على ميني يعني قوام المنتخب 2006 تقريبا من معظمه من نادي الأهلي ونادي زيد يعني شايف مسابقة القرى المصرية زي خاصة مع موارد 2006 لا فيهم لعيبة مميزة فعلا يعني فيهم لعيبة مميزة جدا لكن هي بقى النقطة نقف عندها إزاي نحافظ على هذا الجيل بعد انتهاء المسابقة هاي دي مشكلتنا اللي المسابقة بتخلص من هنا ونفضل القصة ونفضل الجهاز اللي هي اللازم تتعامل دلوقتي اللي احنا الناس كلها مستنية ايه التغيير اللي هيحصل التغيير اللي لازم يحصل اللي هو الاهتمام بمسابقات الناشئين وبالمنتخبات ووضع استراتيجية كبيرة جدا وسيستم عشان خاطر الفترة اللي جاية كل الجمهور وكل مصر مستني ايه الجديد دي تتعامل لان بأمانة يعني اللي شفناه مع المنتخب الأول هو نفس الجيل اللي بيلعب بقاله خمس ست سنين نتغير عليه خمس أجهزة كل مرة بنغير جهاز ونجيب جهاز الموضوع مش موضوع جهاز الموضوع الجيل ده يعني هنكمل به لكن لابد من هو تواصل أجيال ويبقى فيه لعيبة جديدة يعني شروع كابتن علي ونورتها نورة النادي الأهلي بنبرك لكم بنبرك كابتن خالد ونشكره على الاستطافة الجميلة وسلام لجميع في الساوديو ان شاء الله شكرا شكرا كابتن خالد بيبور قطاع النشئين بالنادي الأهلي ألف مبروك الفوز بالبطولة فرقة أعتقد حققت أهدافها أنها مستقبل النادي الأهلي وكمان أعتقد منتخب مصر قوم الأساسي كله من النادي الأهلي طبعا في البداية بشكركم وبشكر ناد زيد والكابتن علي طبعا النهاردة كانوا موجودين في الملعب وعملوا ممرش للولاد عندنا وهو ده اللي احنا عايزينه من رياضة يعني الولاد من الصغر يعرفوا يعني الكرة مكسب وخسارة والذي يكسب نقول له مبروك والخصب نقول له هارد لك البطولات جاية وشغالة وزي ما كان كابتن علاء بيكلم يعني طبعا يعني بشكره طبعا وعمل يعني عمل زيد عنده عنده 12 محترم وفضل معانا لغاية الآخر هو جاهز نفسه كويس أو ما بينه الدورين إنما الحمد لله احنا قدرنا نأخذ البطولة والفرقة دي تاني تاني سنة وربعض بيأخذوا البطولة وانت كاني في نقطة مهمة جدا فكرة إن أنا ما بعد البطولة بتاعتهم والتصفيات لو خرجوا ده ممكن يعني يعني ممكن الفانسياتة دي ما تكملش لازم البلان يبقى واضح ما فيش لعيب كرة بيتولد كبير يعني فيش لعيب كرة بيصحى من نوم يلاقى عنده 22-23 سنة يلعب كرة لا لازم بسببات الناشئين ده يبقى فيها اهتمام بشكل واضح ويبقى ليه استراتيجية لفترة طويلة عارف مسبقاتك عارف قواعدك عارف عارف لواحك اللي بتنظم البطولة عارف زي تحفظ على مجموع من اللعيبة اللي طلع من الناشئين يعني الموضوع محتاج شغل كتير مننا عشان نده نحافظ على المواهب اللي بتطلع من السن الصغير وهو ده اللي هيبقى قوام المنتخبات وقوام الفرقة بعد كده انت ماتبصش للولاد صغير ان هو بيلعب كورا خلاص لا هو لازم يبقى بتأسس كواس قوي بيشغل عليه كواس جدا ولازم اللي بيدير المنظومة هو لازم بيفكر ازاي نحافظ على المجموع من اللعبين احنا نساعد احنا كنادي اهلي اول واحد يمشي في التراك واول واحد ان هو يساعد المنظومة ازاي تنجح ازاي نحافظ على ولادنا ازاي نلعب مسابقة يعني فالموضوع محتاج ان احنا نبقى مترتب بشكل كواس جدا فرصة يعني ان احنا نعمل مسابقة كويسة وننتهي بقى من التزوير والتسنين يعني محتاجة شغل ويعني كلنا محتاجين ان احنا نبقى في منظومة جيدة لقطاعات الناشئين في مصر وانا اول واحد مستعد لأي نظام هيتحط احنا هننفزه واحنا هنشغل عليه ان احنا ازاي نعمل عندنا ناشئين كويسين جدا بيستفاد بيلعب مطسوات المناسبة بالنسبة له بياخد الراحة المناسبة بالنسبة له بيعافي يعيش مع مع اسرته يبقى الدنيا بالنسبة لنا كلها مترتبة من بدري يعني لغاية النهاردة مثلا اخر شهر خمسة والبطولة خلصة معرفش عامل السنة جاي ايه البطولات اللي هنشغل فيها ايه الاعمار السنية اللي هنشغل فيها ايه الهلعب جمهورية ايه الهلعب منطقة حاجات دي كلها لازم تتحضر من بدري انا عاضر طبعا مش بلومهم يعني هم جوموا على حاجات كتير قوي بس يعني لازم يبصوا للقطاع القطاعات الناشئين في الفترة جادي وانا مستعد ان انا نعمل اي حاجة عشان نساعد هتقول الولاد دلوقتي خاصة بعد موسلم زي ما حالك قلت من اطول المواسم وكان في وسط امتحانات سواء امتحانات منتصة في العام او كمان امتحانات اخر العام اللي تقريبا كل موازنهم بيمتحان الفترة دي بقول لهم مبروك عملتوا جيم كويس جدا في حاجات كتير قوي قوي ايجابية هنشتغل عليها ونزودها والحاجات السلبية هنشتغل ازاي نحسنها وتبقاش موجودها معنا احنا النهاردة احتفلنا بالالفين وستة لان التاني بطولة على التوالي السنة اللي فاتت خد البطولة والسنة دي بياخد البطولة فدي نهاية الموسم فهم حظوهم يعني ان هم اخر ماتش بيلعبوه فهم احتفلنا بيهم وهم صراحة يعني فيها كويسة وفيها مجموعة كويسة يدوبك ياخدوا راحة عشان عندهم منتخب فهم مكملين يعني الدنيا بالنسبة لهم ما تبقى صعبة جدا يعني هيرجعوا منتخب على بداية دوري فربنا يكون فعونهم فعش كده احنا بديناهم راحة سلبية يروحوا ينبسطوا اللي خلص امتحنات واللما خلص امتحنات ربنا يكرمهم ان شاء الله كلمة بحركة طولة هل تقول لهم نهاردة كابتان خلبيب ورئيس قطاع الناشئين نابن الاهلي اه انا بقول له انت بتلعف النادي الاهلي وكناك ان انت بتلعف النادي ده موضوعه بالسهل موضوع صعب جدا اه كام اه كام واحد عايز يخش في النادي الاهلي اه اه مش عايز يعني مش عايز اقول له ارقام لا ناس كتير قوي نفسها تاخد الفرصة بتاعتك ونفسها ان هي تبقى موجود موجودة جوه النادي الاهلي في مواهب كتير قوي ممكن احنا ما باش شايفينها هنحاول وندور عليها في كل مكان اه حافظ على مكانك دي ان اه اه الاطر بيبقى ماشي واللي هينزم الاطر هي 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 يعدي يعني انا بحاول بقول له الوقت كبير طول الوقت انت بتلعف النادي الاهلي لازم تحافظ على النعمة اللي ربنا ادهي لك من صغره كده لازم تبقى تكتهد وتتعب عشان تحافظ على مكانك جوه النادي الاهلي موضوع مش مش سهل موضوع صعب جدا وربنا يكرمه ونبقى لهم انتوا تعبتوا وكان موسم موتعب جدا بالنسبة لنا لانه كان موسم طويل حققنا حاجات كويسة حققنا 2008 وال2007 وال2006 ونفسنا لغاية الاخر مبرارة 2001 وال2003 وال2005 كنا بننافس يعني الخطاع الوحيد اللي كان بينافس بستة فرع على كل البطلات يعني حققنا اللي درنا نحققه وكنا شغالين على كمان على حاجات كتير قوي لعبة عندنا خرجت للاحتراف لعبة خرجت للاعراض فكرتنا نمر واحد اننا ازاي ان انا اعمل لعيب يفيدي النادي الاهلي مش كلها ان انا اخد بطولة خلاصة ان انا اعمل لعيب كويس ان هو يفيدي النادي الاهلي ده بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا شكرا خالد لدو من ثماركو يا رب دماء والتوفيد دايما بإذن الله شكرا ربنا خليك شكرا كابتن اسامة دكرة لقاءاتنا مع كابتن علاء نابير رئيس قطع الناشئين بنادي زاد ورسالة مهمة جدا عن الروح راضية خاصة في قطعات الناشئين وكمان رسالة مهمة جدا من كابتن خالد بيبو رئيس قطع الناشئين النادي الاهلي لكل ناشئين النادي الاهلي دائما يا رب النادي الاهلي في انتصالات وافراح كما هي كابتن اسامة وان شاء الله متوسطين في مزيد من اللقات بنشكرك توفيه شكرا جزيلا كابتن خالد بيبو قال كلام مهم جدا في عز النادي الأهلي هو بيحتفل ببطولة بنبص للمستقبل ودائما عشان يكون عندنا ناشئين في مصر والمنتخبات مصر لازم نخطط للمستقبل أول حاجة النهاردة تحاد الكرة ولجنة المسابقات ده من رأيي تجتمع بكل رؤساء قطاعات الناشئين 18 نادي وتسمع النهاردة الرؤية للسنة اللي جاية ايه أبرز السلبيات أبرز الإيجابيات ونبدأ نخطط للسنة اللي جاية ما نستناش لآخر لحظة نتكلم في موضوع الملاعب علشان نهاردة نقدر نطلع ناشئ جيد لازم يكون في ملعب جيد نهاردة موضوع التسنين والتسزيل تتكلم عليهم الكابتن خالد بيبو والسنة دي شوفنا فرق بتخرج من الدوري بسبب التسزيل والتسنين نتمنى ان شاء الله يكون في طفرة السنة اللي جاية في قطاعات الناشئين ومن هنا من السادة الأشبال حطينا النواء الأساسية أو الرئيسية علشان نبدأ نشوف عندنا ناشئين وشافين في مباريات قوية جدا تلاعب في ملاعب الناشئين لا تقل أهمية عن الدور الممتاز بالعكس كل جماهير مصر بتسمع وتشوف لعبة مميزة عبر قناة الأهلي من استاد الأشبال طبعشان عايز نطلع فاصل الكلام اللي انت بتقوله ده صاحب في المية بس ده دور المدير الفني للاتحاد اللي لسه بغاية هذه اللحظة ما تعينش وانا اتفق معاك ده دور المدير الفني اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية واتمنى يكون مدير فني يعني يقدر يخطط للكرة المصرية نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في التحقيق الفني مع ضيوف الكرام الكابتن حشيش والدكتور أحمد سابت ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد خبر عاجل دلوقتي على الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي يدعو الجماهير المصرية في المغرب لحضور النهاي الأفريقي وجه النادي الأهلي الدعوة إلى جماهير وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدور الأبطال يوم الاثنين المقبل في الثامنة مساء بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس وأكد النادي أن دعواته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب ومن يرغى في تلبية الدعوة لمؤذرة فريق الأهلي في هذه المباراة علي أن يتوجه إلى منطقة أزائس مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء وسوف يتسلم تذاكر المباراة فور حضوره مباشرة بمجب صورة جواز الصفر المصري هذا ويتواجد في المكان المشارع إليه ابتداء من صباح غد السبت مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز الصفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي إن شاء الله دي دعوة من النادي الأهلي لكل جماهير والمقيمين في المغرب اللي محتاج يروح المباراة بكرة بجواز الصفر يكون في منطقة أزايس دي مركز تدريب نادي الرجاء وهيحصل على التذكرة يكون في مجموعة من النادي الأهلي متواجدين هيشوفوا جواز الصفر وحضوره داك هتسلم تذكرة دخول المباراة وتكون متواجد في مدرجات النادي الأهلي وتؤازر في رئيتك كابتن حشيش قبل الفصل حضوره داك كنت تتكلم عن نقطة مهمة وبنتكلم عن التخطيط للموسم القادم قلتلي دي مهام المدير الفني القادم للتحاد الكورة طبعا دي مهمة جدا والحقيقة كانت غايبة خلال السنين اللي فاتت احنا كفروع ما كناش بالله حد يقعد معنا أو قلنا التصور بتاع السنة أو الموسم اللي جاي عشان يدينا فرصة ان احنا نقدر نجاهز ونقدر نحقق الطموحات بتاعته أو الأفكار بتاعته استنى بغاية آخر لحظة فبالتالي بتستنى الوقت مضغوط صعب قوي ان الناشئين اللي هما كلهم طلبة في مدارس يبدأوا متأخر ايه داعي انك تبدأ متأخر وتبقى في فترة الأجازة اللي هي في الصيف انت ما بتلعبش يعني الصيف كبير وطويل ستة وسبعة وتمانية لغاية نص تسعة وتسعة بالكامل وتبدأ مثلا على شهر عشرة وتبقى المشارة مضغوطة لو ساعات بنبدأ في شهر 11 كمان المشارة تبقى مضغوطة قسامة بلعب حتى الولد متشين في الأسبوع اللي هو عنده مدرسة أو كلية بيبقى صعب عليه قوي ان هو يقدر يوفق ما بين هنا وهنا يعني الولد الصغير بيبقى مشتت ما بين الدراسة وبين الرياضة اللي بيحبها اللي بيمارسها كذلك برضو يقولك كله لازم يبدأ مع بعضه طيب انت لازم الفروع كلها تبدأ مع بعضها ازاي يعني انت هتسوي فرع القاهرة اللي هو 110 نادي وملك الشباب بفروع تانية يدوبك فيه مثلا 10 أندية أو 15 نادي احنا لازم يدونا فرصة ان احنا نبدأ من بدري كذلك انت لغاية النهاردة ما تعرفش هل آخر مرحلة السنة الجاية هتبقى ايه 2001 ولا 2002 ولا 2003 ولا اخر مسابقة ازاي حاجات كثيرة جدا جدا على اساسها الاندية كمان بتبتدي اشتغل بتشوف الاختبارات بتاعتها هتنطقي اللعبة ازاي الاعمار ايه مين هيبقى براعم مين هيبقى مسابقات حاجات كثيرة جدا جدا اسلوب اللعب القول للبراعم بيدونا حرية شوية ان احنا نقدر نجود فيها ونقدر نحن نتلافى الاخطاء بتاعت كل سنة انما المسابقات اللي هي مرتبطة بمسابقات اللي هي الجمهورية مين هيبقى الجمهورية ومين هيبقى دور منطقة كل الكلام ده لازم يتحط له اساس لازم يتعين مدير فني على مستوى مدير فني يكون عاش قبل كده في خطاعات الناشئين وعارف مشاكل الاندية وعارف مشاكل المسابقات عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا في الملاعب الكلام على كابتن عظيمة من هم المرشح للمدير الفني خلي بالك انا عايز اقول برضو حاجة تانية حمل كبير جاي على المدير الفني القادم للتخطيط لمسابقات الناشئين انا اقول لك على قضية مهمة جدا احنا السنة دي تسحب من دوري 2006 فرقتين طلاع الجيش وفرقه دخل مكانهم من انتاج الحربي اللي كان بينفس على البطولة السنة اللي فاتت برغم هبوط الانتاج الحربي لدوري القسم التاني وصعود زد ففرقتين هل السنة الجاي النهاردة استنى تكون فرق الدوري الممتاز وهي موجودة وممكن يكون عندي قطاع ناشئين مميز يحرم لعبيه انهم يلعبوا في بطولة قوية ولا النهاردة نزود عدد الفرق الموسم القادم نقول لها قضية هسمع ردوكم على القضية دي بعد ما نروح لملعب المباراة ومعانا النهاردة يعني مقابلة مهمة جدا من زميلنا محمد توفي من أرض المباراة مع التوأم حسام وابراهيم عاد من جديد متواصل معك كابتن أسامة عقب مباراة الأهلي وزد والانتهب التعادل اللي جابه واحد واحد وفوز النادي الأهلي مواريد 2006 بطولة الجمهورية نكمل لقاءاتنا ونجوم الفريق معنا واحد من نجوم الفريق إبراهيم عادل نكمل فريق النادي الأهلي وواحد من العامدة الأساسية في منتخب مصر كمان يعني إبراهيم تكلمني عن مشوارة البطولة ممكن بطولة طويلة السنة دي منتخب وامتحانات يعني تكلمني عن مشوارة البطولة هو أهم المحطات فيها يعني الحمد لله الأول فوز بالبطولة وبنشكر الكابتن سامر وكابتن أحمد رعوف وكل الجهاز بتاعنا وكابتن خالد البطولة السنة دي والله قد صعبة وحنا تحبنا جدا لأننا كنا منتضرب يعني بعد الفجر على طول كنا بننزل من بيوتنا نتضرب فتحبنا كتير من شهر 7 يعني حوالي بقى حوالي 12 شهر أو 11 شهر في التدريبات وكمان مع المنتخب مع الامتحانات فالدنيا قد صعبة بس الحمد لله قدرنا نفوز بالبطولة أهم محطات البطولة والمقبالات اللي روشي فينا كانت تفصلة في مشوارة البطولة وساعدتكم كتير يعني هي مطش المقاولين سعيدنا كتير لأن هي المقاولين كانت مابيننا وبابيننا البطولة كانت ماشية معنا على طول جت هنا احنا كسبناها الدور الثاني ثلاثة واحد فتصدرنا بعكية برضو يعني الحمد لله يعني لقدر الله ويعنا في مطش وبعكية المقاولين راح توعر ونحن راكبين بقى الحمد لله وهي وعت في مطش مع ايمبي فاحنا فوزنا بالبطولة الحمد لله يا أبراهيم جمالي النادي الأهل مستنيني منكم كتير وبقت تعرفكم من خلال إزاعة قناة النادي الأهل المبارياتكم ده شايفوا ازاي وتعامل الناس معاكم وإزاعة المباريات على قناة النادي الأهل ساهمت في مستقبلكم ازاي طبعا ده والله بيدينا حافظ جمد جدا لما بيكون ماتش مصنين مساعدة التلفزيون بيدينا حافظ اللي احنا نقدم أحسن مستوى وعشان جمهوري النادي الأهل وحنا في النادي الأهل متعودين اللي على طول مستوى بس النهار ده يعني الجو ما قدش مساعدنا مع الجو والأرض فما كناش يعني الحرقة كيترخمة شوية اللي الجو كان وحش شكرا باهيم وتمنى لكم ان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من البطولات كابتن أسامي كندك اللقاء مع أبراهيم عادل معنا بقى توقام وحسام عادل كمان يعني اتفضل أحسام يعني تولي عن البطولة ومشوار البطولة وأهم المحطات اللي مرتو بيخلق البطولة والله طبعا أنا بشكر للمدير الفني بتاعنا كابتن سامير وإحنا تعبنا والله عشان ناخد البطولة دي يعني احنا من من شهر سبعة وإحنا نجهزين للبطولة ونجي الساعة ستة والحمد لله ربنا كافئنا واخدنا البطول المتشاط الصعبة المحطات المهمة كلام كابتن خالد بيبو معاك وعطولنا شاف كان بعد كلهم بورا كان بقى في اجتمع ويتكلم معاك وسواء كابتن خالد أو كمان كابتن سامر عبد الرحمن والجهاز الفني الفريق والله كابتن سامر وكابتن خالد كان نقف معنا كتير قوي كل كان كلهم معنا يحضروا التمارين كابتن خالد ومعنا في المتشا احنا كان في المتشا صعبة بس الحمد لله يعني احنا في الاهلي نجمع نكسب كل المتشا الحمد لله كسبنا واخدنا الدور الحمد لله التوقع معلقة التوقع في الملعب انت وابراهيم بتساعدكو ازاي وأهم المواقف اللي مرتبقى على مدار البطولة لا يعني ده هو كل مواتش بيزعق معي فالحمد لله احنا متفكين مع بعض ان شاء الله نعمل مستوى حلو والمصيم الجان اخد البطولة كمان يعني بالتوفيق دائما احساب وان شاء الله دائما تفضل انت وابراهيم كده في النادي الاهلي وكمان تكملو في منتخب مصد ولعبة العساب بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله حبي بكم من اللقاءاتنا ومضمنا احمد سعد لعب فريق النادي الاهلي كمان واحد من المهاجمين اللي خاطرين جدا في الفريق وكان ليك دور مع خلال البطولة يعني تقولي عن البطولة ومشوارها واهم التعليمات اللي دائما كان كابتن سامر بولهاركو خلال مدار البطولة او الحمد لله والان الله بارك في حضرتك صانيا احنا كابتن سامر من اول يوم تمرين كان بيركز على البطولة تمرين كل يوم الساعة ستة الصبح بنيجي كابتن خالد وكابتن احمد رووف وطبعا بشكرهم كلهم لانه وقفوا جنبنا وكل واحد في الملعب فينا اتطور بشكل كبير مع كابتن سامر ومع كابتن احمد رووف يعني بطولة كانت طويلة ومشوار طويلة محمد وامتحانات وانضمام للمنتخب كنت تتعامله مع كل الضغوط دي ازاي والله وكابتن سامر كان دايما يتعامل معنا بشكل أوروبي مثلا يعني عالي جدا كان وقت الامتحانات بيخلينا تمريننا متأخر عشان نلحى أن نرايا حتى لما نيجي وكان بيت مرنة أعلى تمرين الصراح الحمد لله يعني على البطولة وان شاء الله كل سنة يعني كده ان شاء الله يعني محمد أنتم من أكتر الفرق اللي ازعلها متشاط السنة دي على قناة النادي الأهلي شايف ده ازاي وفرق معاك ازاي وأكيد زمائلك وعندك في البيت برضو بكالو معاك ده فرق معاك ازاي وتتدور في الممتصاك ازاي أول طبعا حاجة كويسة ان العيبة في سننا دي تتشاف حتى ممكن يعني فيه فريد زد جايب لعيبة كتير وعورة بسبب المشكلة دي بس يعني الحمد لله ان شاء الله كل سنة البطولة شكرا محمد دائما بالتوفيق ودائما في البطولات بإذن الله كابتن قسامة ده كان لقاءنا مع ثلاثة من لعابي فريق نادي الأهلي الطوام طبعا إبراهيم وحسام عادل وكمان محمد سعد مهاجم الفريق ان شاء الله مستمرين معاكم ومزيد من لقاءات كابتن أسامة فضل بنشكرك اتوفيه شكرا جزينا على التغطية المميزة اللي تديتها معنا النهاردة من بداية اليوم كابتن حشيش دكتور أحمد سابت كنت بتكلم قبل اللقاء على موضوع مهم جدا النهاردة طلع الجيش وفارقوا اعتذروا عن دوري 2006 دخل مكانهم الانتاج الحربي النادي بتاعه نزل قسم التاني وكان هو بينافس للحظات الأخيرة في الدوري السنة الفات وصعود زد ظهور ناديين جداد ما كانوش يشتركوا لو لا اعتذر طلع الجيش وفارقوا هل النهاردة وده من مدير الفني السنة جاي في اتحاد الكورة ان انا ازود عدد الفرق خاصة ممكن يبقى فيه قطاع نشئين مميز ونستفيد من اللاعبين او اللاعبين نزود القاعدة ولا نكتفي بعدد فرق دوري المتنس فقط هو لازم يدرسها كويس كابتن أسامة لان هي الموضوع ده بيفرد نفسه فعليا في الاختيارات لسبب لان في بعض الاندية اللي بتخش جديدة على الدور الممتاز بتبقى طلع من القسم التاني بتبقى امكانياتها ضعيفة وبسيطة مثلا سيء مثلا لو هنتكلم على أسوان أسوان مطالب ان هو السنة الجاي ان انت تكليفة السفر من الصعيد لهنا لهنا فطبع يريد يقولك لا انا لغيت مثلا الالفين واحد ما قدرش يسافر بالخمس مش هادر يسافر بالفرقة فهاختار مثلا الفين وثلاث او الفين وكزا اللي هو شايف فيها بعض اللعبة كويسة انما الفرقة التانية ما قدرش عشان التكاليف بتعطي بلغي الفريق او اقتصر على ان انا هلعب في البطولة الفرع اللي انا موجود فيه فلازم دي تدرس كويس قوي لو حيبقى فيه مثلا دعم لاندية الممتاز اللي هتخش فيه بطولات الجمهورية بقى فيه دعم معين كذا انما يغير مثلا شكل المسابقة بطولة الجمهورية تعمل بشكل تاني يقدر يجمع مثلا الفرق القريبة من بعدها عشان تكاليف الصفر والانتقالات والمبيت والحاجات دي لازم كل ده يقعد يدرس مع المدير الفني اللي هيمسك وشوف الصالح الاهم في المهم انت كمان لازم الولد بيطلع من سن 11 12 13 لازم يتدرج بالمستوى الاعلى ما ينفعش ان انا ألعب 2006 جمهورية واطلع لما بقى وانا في 2003 يعني السن بتاع 2003 ألعب منطقة أو ملعب قطعات لازم يبقى فيه تدرج مهمة جدا معلش أحمد ما ينفعش ان انا جيب تجربة خارجية وجهة طباقة لان احنا عندنا مشاكل قعدوا معنا احنا بتوع المسابقات وبتوع الفروق نقول لكم ايه المشاكل يا جماعة بتاعتنا مشاكل كبيرة وسمة جدا دخلي بالك مش مناطق بس وفروع بس ده انا بتكلم على مديرين قطاع الناشئين كمان قطاعات الفني لازم نحل المشاكل دي لان انت عندك نظرة في الملاعب عندك مشكلة كبيرة جدا وهي الاستثمار في الفرق مش على مستوى الاندية لا في الفرق الناس اللي بتشتري فرق من هنا ومن هنا ومن هنا بتعمل مشاكل ومشاكلها كتير فعودوا معنا جماعة من بدري قوي عشان نوصل لحل ويبقى في اتفاق الاندية كمان ما تتأخرش تبتدي يشتغل علي من دلوقتي يعني الناس خلاص خدت اجازة يمكن النهاردة الفين وسته ده اخر حاجة في الموسم السنة دي ماينفعش اننا بعد شهرين ثلاثة تبتدي الناس تجي لها التعليمات تفكر تعمل ايه لان كل النادي له الاستراتيجية بتاعته وعنده اختبارات وعنده كذا وعنده كذا وحيسيب فرق ولا هيجمع فرق ولا هيضم عمر سنية مع بعضها حاجات كتير جدا اللازم من بدري تعين مديم فني عارف المشاكل دي ويجي عرف مننا كمان الحاجات للزيادة عشان نوصل لو عايزين يرتقوا بمستوى المسابقات والبرائم تمام واحنا النهاردة في السادة الاشبال برضو عايز اقول بشرة صرة لكل المواهب اللي موجودة في مصر اختبارات النادي الاهلي اختبارات النادي الاهلي هتكون الشهر القادم ان شاء الله على خمستاشر ستة النادي الاهلي هيفتتح اختباراته ان شاء الله في ملاعب الناشئين في مدينة ناصر السنادي النادي الاهلي هيكون متواجد في كل محافظات مصر وهيكون معايا ان شاء الله في الحلقة القادمة وهنعلن عن كل التفاصيل وكل الحاجات اللي هيكون بيجاهز لها النادي الاهلي علشان السنادي يكون فيه اختبارات نقدر ننتقل منها عناصر ومواهب مميزة نضمها لقطاع الناشئين النادي الاهلي نروح لملعب المباراة مرة اخرى لزمنا محمد توفيق ومعا لقاء اخر اتفضل يا توفيق من جديد بجد التحية بيك كابتن اسامة وضيفك كرام في الاستوديو كابتن محمد حجيش ودكتور احمد ثابت وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان بكملين لقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي بدور الجمهورية 2006 ومعنا المدير الفني الفريق كابتن سامر عبد الرحمن ألف فبروك البطولة كابتن سامر بطولة طويلة جدا تحديات كبيرة جدا امتحانات انضمام للمنتخب ولكن الحمد الله ربنا كل الجهد كوفز بالبطولة الله يباري فيك الحمد الله الأول بشكر كابتن اسامة حسني على المجهود الجبار طول الموسم ومتابعة البطولات اللي ناشئين كلها طبعا عند حافز كبير اللاعبين بشكر كابتن محمد حشيش طول الموسم متابعنا وبيسني على أداءنا وبيحل الأداء بصورة مميزة جدا بشكر دكتور رحمد سابت برضو أشاد بنا وامتابع الفريق والحمد الله بنحاول نقدم حاجة تفيد النادي الأهلي إن شاء الله بنقدم بنحاول نقدم لعيبين مميزين قبل الفوز بالبطولات كابتن سابع المشوار كان طويل وزي ما قلنا كان فيت تحديات سواء المتحانات أو النضوام في اللعب المنتخب كنت بتعامل إزاي في الفترة دي خاصتنا عندك عدد كبير جدا من اللعب كان في المنتخب وجيتنا صعبات كبيرة جدا طول الموسم ما بين إصابات في أول الموسم إصابات طويلة زي اللعب أمير اللي جاله ورباط صليبي في مبارات اللعبين قدوا على أعلى مستوى وده طبعا كان مش مفاجأة ليا على قد ما أنا يعني باسني عليهم جدا جدا في المبارات الواحدة كنا بنغير التاكتك كذا مرة طبعا اشتغلنا على الحاجات دي طول فترة لعادات بصورة كبيرة جدا لعبة في السن ده بتقدر أن تشتغل معهم وتغير مركزهم لو عندك الأماشة الموجودة والكواليتي أنك تقدر تأدي لعبة مميزة جدا اعتقد في رئيق 2006 يخرج منه كذا لعيب يقدر يفيد النادي في المستقبل إن شاء الله الرسالة بقى الحالك حاببت تقولها اللعبين عقب يعني انتهى البطولة طبعا في الأول أنا حابب أشكر الجهاز الفني والإداري كابتن أحمد رؤوف الكابتن فتوح مدرب حراس المرمى الكابتن عمار المدير إداري دكتور جابالة والكابتن إبراهيم خاطر مدلك والعمال عبد الرحيم وعاطف شكرهم جدا عامل موجود جبار طول الموسم بشكر اللعبة جدا 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 أدوا بصورة مميزة جدا جدا رغم الصعبات والامتحانات والإصابات وتجمعات المنتخب احنا عندنا سبع لعبين في المنتخب فطبعا اتخذوا كذا كذا فترة للمنتخب سافروا خدوا بطولة الجزائر طبعا ساعدونا جدا في المشوار وإحنا ساعدناهم ونحاول كمان إن شاء الله أعتقد التجمع اللي جاي ممكن يكون فيه بنشكرك أتوفيه شكرا جزيلا نروح نشوف دلوقتي احتفالات لعب الناد الأهل وجهاز الفني بتتوجهم ببطولة دوري الجمهورية موليد 2006 الأهل في كل زمان تادي الشيابين الحم الأهل جايان ومكان بالقلب وعشقهم الأهل في كل زمان تادي الشيابين الحم أهل أي آهل 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 الآن محيط كماهيره على رفعه بالرأس وعلى النص اشهد يا غنيه من الاهلي ده الاسم اللي مش عنا في مصر الاهلي في دم اللي حبه عامل زي الروح كوه النس الكرة عيب اسمعني لو كنا نسميها باسم الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشة عمر الاهلي في كل زمان ماكيش عياطين العمر الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشة عمر الاهلي في كل زمان بالرحب خبرنا التحكيمي اللي انضم لينا كابتن ناصر عباس مش عرفنا ومنورنا كابتن ناصر الله خليك نادر أسامة تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة نادر ألف كل مكان طبعا تحياتي الجمه الكبار كابتن حشيش منور كابتن حشيش دكتور رحمد الثابت ملك الأحصوات والتحليلات منورك مبروك نادر أهلي طبعا حاجة جميلة جدا لكابتن أسامة شوفنا الفرحة وشوفنا التعب مبروك لكل القطاع النشئين من أول مدير القطاع لحد الأجزاء الفنية والقدارية مبروك للكل وللعابين والجمهور ومجلس الإدارة اللي هو بيهتم بتفاصيل حقيقي حقيقي ومش مجاملة النهاردة كمان بشكر كمان هذا الأستاذ استوديو محاول ليه؟ ليه بشكره كابتن النهاردة النشئين دولت كانت الحشيش كان بيكلم في النقطة مهمة جدا أهم مرحلة النهاردة أنك انت بتهتم بهاذا اللعب في هذه الفترة شوف قدي الفرحة النهاردة لما فيه استوديو تحليلي خاص بمباراة الشباب ونشئين شوف النهاردة كتور أحمد سابة بيحلل حضرتك النهاردة نجم كبير بتقدم كانت الحشيش النهاردة بيتكلم في نقطة مهمة جدا 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 وأنا كنت حكم وكنت أحيانا ببقى مش فاهم المسابقة هتبدأ شكلها ازاي نتكلم على مسابقات نشيه النهاردة هو وصل رسالة فعازوا أقول رسالة النهاردة بتبقى من الكل حشيش النهاردة هتكلم في نقطة مهمة جدا جدا نحن عزين نعرف هتبتدت ازاي الكسة من اللجاية حتى الحكام المستقبل فعازوا أقول لأستاذ الأشبال حاجة جميلة جدا فبشكر كل من هو فكر في هذا الأستاذ وبشكر كل اللي عاملين في القناة على أن النهاردة وصلوا رسالة كتيرة جدا جدا النهاردة بنشوف مباراة كبيرة جدا بنشوف الفرحة اللاعبين كاميرا كاتنا عندهم يدفع الكبير لما بيتفرقوا على الاستوديو حقيقي حقيقي مش هما بس جميع الفرق في القطاعات التانية فالنهاردة نادي الأهلي بيدي نموذج رائعة كتن حشيش في كل شيء من خلال هذا الاستوديو هو أستاذ الأشبال وطبعا انضمنا للخبير التحكم الكبير لينا شابت النصر عباس برضو إضافة كبيرة لنا بشكرك هروح لي طاقم التحكيم وإحنا قلنا إسلام محمد السيد حكم المباراة وعنده 25 سنة دكتور أحمد وعندنا عبر رحمان كورتام اللي هو المساعد رقم 2 وأحمد سامي المساعد رقم 2 المباراة حتكلم بس على الحاكم فنين هو مش وحش كويس ولكن خلي بالك التحكيم مطيط الكهيرة طبعا وحشيش طبعا كهيرة باسمنا ما شاء الله واحدة من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية كيف تكلم في عدد كبير جدا من الحكام والمسابقات ومع ذلك يقدرون أنهم يغطوا ويعينوا هذه المناطق عندك فنات كويسة ولكن خلي بالك خمسة وعشرين سنة محتاج العمل البدني والفني وبنقول لجنة حكام من هنا من خلال الستوديو نحن نهاردة بنادي ثقافة تحكمية بردك إيه اللي ينقصوا الحاكم ينقصوا حاجات كثيرة جدا في العامل البدني التحركات الرشاق والمرونة القوة الفجارية والسرعة الفجارية في الكونتراتيك تغيير سرعاته في المناطق فأنت بتجري كل جاريك تحمل معام يا إسلام غير من اسلوب الجاري هو ده اللي بنقص هذا الحاكم في هذه المباراة ولكن بشكل عام قدوا مباراة طيبة جدا جدا كما قلنا النادي الأهلي بيساعد دايما الحكام على انهما يبقوا تحت ضغط سهر هنشوف الحالات واحدة واحدة كده وزي ما قلت احنا مش بننقض الحكام كابتن أسامة بنعلمهم وده هدف في الستوديو اللي احنا بنحول روح نشوف الحالة اللي جاية حالة من الحالات المهمة وانا كان يهمني جدا يكون الكاميرا كابتن عندي كاميرا المساعد دي مش موجودة ليه؟ انا عندي لقطة هنا الكاميرا مقفولة كابتن أسامة الكاميرا مقفولة عشان اقدر احدد هل هذا اللعب كابتن دكتور احمد هل كان فيه لعب اخر على اطراف انك انت لما تفتح الكادر هتعرف تشوف كابتن كل اللعيبة سواء المدافعين او انما من هذه اللقطة لما نشوف هنا لحظة المخالفة هل في مخالفة؟ لا مفيش مخالفة لان الحارس مع الحارس ولكن هنا انا شوف هل هناك هنا طبعا في اللقطة اللي جايلي هنا هو اللعب نادي الاهلي فيه موقف يعني تسلل ولكن عشان انا مظلمش الحاكم اللي هو احمد سامي لابد يكون عندي كاميرا تقدر تجيب لي الوضعية كلها الحالة بعد كده يلا شوف واحد اتنين ثلاثة ده بوزع انظارتك ده يا كابتن انا انا بحترم انا خوفت اكون في الملعب والله بوس يعني البعض يوقف عند اللقطة انا بحترم هذا الحاكم ليه يا كابتن هم اعترضوا تعترض لا تدخل ميدان اللعب ميدان اللعب الدخول بإذن من حاكم براه هو هنا الراجل واحد اتنين ثلاثة ما عندوش مشكلة وبالتالي هنا هو قراره هنا قرار صحيح يعني الانظارات فعلا على الدخول على الدخول كابتن انت ممكن تعطله لكن دخول الملعب بإذن من الحاكم ده نقطة لابد ده برضو نارس للاجهزة الفنية بالضبط كده طب امتى بينادي هو المدير الفني ويدي له انظار كابتن موس هو المدير الفني لما بيعترض من خارج الدك وبيوصل له احد الحكام الربعيين اللي بيوجدين بيقول له ان المدير الفني قال كلام فبيروح له وبيدي له البطاقة سواء بطاقة صفرة او حمرة على حسب هو قال ايه لكن دخول الملعب بإذن حاكم بطاقة صفرة على طول وخلي بالك لو دخل وقال كلام سلوك يعني قال اكتر من كده ممكن ياخد الحمرة يلا خلني روح له الحلال بعد كده سريعا هنا نشوف الحلال اللي جاية ليت وانا بكلم في ستوب هنا كنت نسمع برضك للحكام من فضلك التسعة خمستاشر هي لا تقل عن تسعة خمستاشر الحق الدفاعي بنقول يا حاكم ده خطأ انت حسبته مش عشناد الاهلي ولكن هنا تحافظ على ان هذا الخطأ يتم التنفيذ بشكل صعيحة نشوف اللاعب هنا نرجع تاني بعد يزنك نرجع تاني هنا بس خلاص هنا تسعة خمستاشر تمام فيش مشكلة هذا اللاعب كانت هل هو موجود على المسافة؟ بس على الحيطة بس كابت ما كانتش بالو من ده بالزبط يبقى انا كحكم لابد ان انا هذا اللاعب اللي هو كان اقل من تسعة خمستاشر اللي راح وقفل لحظة التنفيذ لا يا اسلام لابد انك انت هذا اللاعب يرجع على المسافة القانونية في تنفيذ الخطأ الحالة بعد كده الحالة بعد كده نشوف هنا هذه الحالة ونشوف داخل منطقة الجزاء الحكم قريب جدا 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 هل نجح اللاعب النادل اهلي رقم 23 نشوف هل نجح في لعب الكرة ولا كان هناك فاول نشوف هنا اللاعب احنا نتفرجنا على كلنا وشوفنا قدي اللاعب استخلص الاول الكرة وبالتالي اي شيء بعد كده ولا يبقى في حاجة وهنا بحي طبعا لعب الصغير ناشئ دوت اللي هو كان عنده توقيت جيد جدا فيه ان هو ينجح في لعب الكرة الحالة اللي بعد كده يلا نشوف هنا في هذه الحالة حكم يتحرك تحرك سليم ستوب هرجع تاني هرجع تاني كابتن حشيش انت شفت فيه مخالفة دكتور احمد هرجع تاني بالمخالفة دا هرجع تاني 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 نرجع نرجع بعد ازك من فضلك عشان نودح حاجة مهمة جدا تاني يلا خلينا نمشي ونشوف كتف قانوني في ايه نمشي بقى خلاص نمشي خلاص ستوب هذا قلت يا كتف قانوني كتف قانوني يعني مفيش مخالفة انا بقول له اسلام من فضلك وكل حكام مصر انت مفيش مخالفة انا قمت بدل اشارة لما في مخالفة وبخلي اللعب يتواصل ليه بتيح الفرصة اذا كان هناك في مخالفة ولكن هنا كابتن حشيش هنا اللعب عادل كتف بكتف فما كان يجب عليك اسلام انت تدي اتاحت الفرصة بيدك لان ما فيش مخالفة اصلا عشان تدي ايدي عليها اتاحت الفرصة حالة بعد كده نشوف هنا الحالة تانية هذا الدخول هنا الدخول يعني حتى لو انت انجحت في لعب الكرة شوف اسلوب الدخول وهنا بنكلم على المهاجمة اما بقدم او بقدمين هنا المهاجمة موجودة وكان يجب هنا على الاقل اشهر بطاقة وهنا حتى لو حكا مش متواجد هنا الكرة دي حسبها اولا مخالفة وفاول على وفيها نظار للتهور يا دكتر احمد لان اسلوب الدخول ما كانش اسلوب بشكل فيه عدالة او لعب اللي هو اللعب العادل يعني فاسلام خلي بالك من اللعبة ديت هي كانت تستحق البطاقة الصفرة ولكن انت لم تحتسب المخالفة نشوف لو في حالة تانية معنا ودي تعليمية اللعب هنا داخل مدان اللعبة خلعة تشيرت غير رياضي خلعة تتشيرت او غطيت وشك او 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 ودي ثقافة كابتن بنقدمها من خلال قناة العالي بنقول لي لو انا الجهاز الفني النهاردة لابد ان انا نكلم لاعب ما تقلعش تشيرت وانت داخل مدان اللعبة حكم هنا طبعا بنفذ القانون وهنا ادى البطاقة للسلوك الغير رياضي لخلع التشيرت لو كان معاين من زارة كابتن ناصر واخد كارت احمر ما كانش التغيير برافو ممتاز واخد البطاقة الصفر واخد البطاقة الصفر التانية داخل مدان اللعبة ما كانش ياجب انه يحصل فيه تغيير ولكن هنا بنقول هنا اللاعب ما كانش عنده ازارة بلا كده الحالة اللي جاية ونشوف حالة من حالات المهمة هل هناك فرصة محققة لتسجيل هدف ام لا نقطة مهمة جدا بنكلم فيها كتن اسامة نشوف هنا لحظة المخالفة ها ها هنا في لاعب معي الفرصة محققة ايه المسافة ما بين المخالفة والمرمى الاتجاه العام للعب تمركز المدافعين هل هناك مدافع تاني غير الارتكب المخالفة ممكن يقدر يقفل على لاعب نادي الاهل ولا او في لاعب اخر يقدر يقفل على لاعب الاهل وبالتالي هنا اللعبة كانت تستحق البطاقة الصفرة وقرار الحكم كان فيها كان قرار صحيح هنا مفيش فرصة محققة نتيجة ان اللاعب اللي كان مغطي وبالتالي بشكل عام حكام قده بشكل كويس ايه يعني حاجات ادالية النهاردة نتكلم فيها بقى كانت كابتن عشيش مهم جدا كابتن اسامة ان هو قالها يا جماعة مفضوكو حددوا المسابقات قابلها بفترة عشان خاطر الناس تقدر تحدي وده كان شيء مهم جدا من خبرنا تحكيم الكابتن ناصر عباس درس خصوصي على الهو لكل الحكام الصاعدين ان شاء الله نشوفهم بعد كده في الدور الممتاز كابتن ناصر فرصة وحضراتك موجود معنا حكم لقاء الاهل والوداد فيكتور جميزل حكم الجنوب الافريقي الاشهر في القرى السمراء وايضا معاه على الفار باملاك سيمة الحكم الاثيوبي رأيك وشايفهم ازاي في هذا اللقاء كابتن اسامة خل بالك ان تحدث اليوم ده كان عنده اربع حكام كان ممكن يختار منهم حكم انهائي كان عندي ما جيت نضاي كان عندي جانس كازوي كان عندي بكاري جسامة كان عندي كمان جان جاك ندالة الكنغولي يا دكتور احمد يا كابتن حشيش أربعة طب السؤال هنا هو اختار ليه فيكتور جميزل ده السؤال اللي احنا مفروض نقف عنده فيكتور جميزل كابتن حشيش حكم بيلقى الاحترام من الكل من الكل يعني يعني هو راح لنقطة مهمة جدا جدا ان اللعيبة ذات نفسها بترتاح لهذا الحكم سواء لعيبة ناد الأهلي او لعيبة ناد الوداد فهو حتى حكم على الرغم انه هو لاعب مباراة في نص نهائي ولاعب مباراة العودة ما بين فيكتور جميزل والوداد ولكن هو وحطه هنا ليه لانه هو عاوز يضمن نجاح البطولة ونجاح فيكتور جميزل كابتن اسامة الكل يعني مفيش خلاف عليه ما حالي سكة بالنسبة للجميع انا كلاعب من الاهلي النهاردة هنزل متطمن مش هشغل بالي بقى مين الحكم هل هو بكاري لا فيكتور جميز حكم متميز اتمنى اتمنى يا فيكتور ان ربنا وفاك واتحق لنا العدالة ولا تتأثر بالضغوط يا فيكتور مش معنا نقول كلام انك انت النهاردة لا خلي بالك فيه عوامل اثناء المباراة تطغط اي حكا من دكتور احمد لو انت ما عندكش الشخصية المهمة انا من فضلك الناد الاهلي لا يريد الا العدالة التحكمية تمنى ان هو حقا وتمنى طبعا من الفار باملك خلي بالك مبلك يا مبلك من فضلك محتاجين العدالة في هذه المباراة تمنى طبعا فوز الناد الاهلي النهاردة وتبقى يعني سلسلة انصارات مكملة لكل الناشئين والشباب كابتال ناصر كنت قرأت في موضوع باملك سيمة ان هو عنده 42 سنة وان دي قد تكون السنة الدولية الاخيرة ليه فدي حاجة تقلق شوية وان هو برضو مش موجود في المنديان نتمنى يعني اختمها ختم بص الدكتور احمد والمباراة نهاردة كابتال ناصر دي عنوان الكرة السمراء بالضبط كده كلنا بنخاف على الاسماء وهذه المباراة خلي بالك اتحاد دولي لاجل حكام في الاتحاد دولي كله النهاردة عينه على الحكام في هذه المباراة باملك ممكن يكون هو زعل لان هو كان من ضمن الناس اللي راح اكاسع له وانت عارف ان هو مرحش وبالتالي هو يقول لك انا عن ايه اللي هيدف لتاني لو انا لعيبت ثلاث سنين محلي او سنتين فممكن يكون ان هو يعني هي اعتزل زباك بشكرك يا كابتال ناصر شكرا جزيلا ودايما يعني بيتمتعنا بتحلالتك انا اللي بشكرك على الاستوديو وعلى ضيوفك وعلى هذه الفكرة الجميلة استاد الاشبال ده مهم جدا جدا كابتال اسامة وبشكرك طبعا كل العاملين في القناة وربنا يوفي الجميع وشكر واجب شكر واجب هنا من استاد الاشبال للفكرة اللي بدأت تنور وبدأت يعني كل اللعيبة تسمع في مصر لازم اشكر فريق الاعداد فريق الاعداد برئاسة الاستاذ محمود شاوي رئيس التحرير الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم الاستاذ احمد رشاد الاستاذ علي توحيد بروديوسر يسر عويس وكمان المصورين الناس اللي بتروح الملعب من بدري عشان الكاميرات والتصوير حسام ومحمد عويضة واحمد يحيى وجيرسي ويحيى عبد النبي وشنودة وعمر وكمان المخرجين محمد عمارة واحمد عادل ومخرجنا المميز دايما محمد دكروري كمان المرسلين فاروق صلاح ومحمد توفيق ومحلنا الفنيين اللي دايما هنا يعني ما شاء الله بكونوا محضرين كويس قبل كل استوديو تحليلي ومذكرين كويس كابتن محمد حشيش اللي دايما بمتاعنا بتحليله والدكتور احمد ثابت اللي اضافة كبيرة جدا لنا في استاذ الاشبال وطبعا الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباسي اللي دايما يعني درس خصوصي لكل الحكام الصاعدين الوعدين نشوفهم قريبا ان شاء الله في الدوري ممتاز نروح لأرض او ملعب المباراة مرة اخرى وزمننا محمد توفيق ومعها لقاءات من أرض الملعب وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل تحليل فني ان شاء الله عن مباراة الاهلي والوداد المباراة ان شاء الله نهاية افريقيا وازاي الاهل هيواجه الوداد والوداد هيواجه الاهلي في المباراة اللي بنتمنى كل التوفيق فيها ان شاء الله للعب الناد الاهلي ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 طمين عليك الأول يمكن أنت إصابة طويلة من المباراة زد في الدور الأول كسر أعلى القصبة يعني طمين عليك وعلى أصابتك وتقولي على الفوز بالبطولة والزماية لك النهار طبعا الحمد لله إحنا بنشكر في رأيك وليه بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على المكسب واللعيبة كلها رجالة ما شاء الله وعملنا بطولة كويسة وكابتن سامر تعيب معناها جدا بصراحة يعني أعتبر من الأسس اللي كسبتنا للبطولة كابتن سامر وكابتن أحمل رؤوف وطبعا بشكر دكتور جاب الله اللي ما سامنش في العمليات خالص داخل مع العمليات والنادي كله بصراحة مساندنا والحمد لله على البطولة طب مني بقى على أصابتك ووصلت لحد فين دلوقتي ممكن هي أصابة صعبة وعملت عمليها في السن الصغير ده طبعا الحمد لله يعني كل جيب ربنا كويس الإصابة كانت ماتش زادة في الدول الأول دكتور جاب الله خدني عطوة لنا على المستشفى أملتقى في نفس اليوم والحمد لله يعني قدام أربعة سبحين شعر الله وشارك في التماريق بالسلامة بإذن الله وإن شاء الله تكون واحد من نجوم الفرق الموسم الجاي وإن شاء الله تكمل مع الفريق وإن شاء الله دايما بطولاته والتوفيد بإذن الله إن شاء الله بتكمل اللقاءاتنا كابتن أسامة بنضمي له واحد من نجوم الفريق آدم سامير يعني آدم ألف مبروك الفوز بالبطولة بطولة كبيرة ممكن صعبات امتحانات انضمام للمنتخب كلمني بقى عن البطولة والنهاردة فرحي لكم عاملة زي الله يبرك في حضر لك الأول منشكر ربنا على البطولة دي ممكن أنا ما كنتش معهم في أول موسم جيت في نص الموسم جيت لقيت اللعبة كلها مركزها مع كابتن سامر والجهاز الفني مركزين هدفهم على البطولة والحمد لله ربنا كرامنا أخذنا البطولة آدم يعني أنت جايب في انتقالات يناير النقلة وتيجي في نادي كبير زي النادي الأهل يعني كلمنا عن الشعور وتعاملت الزامع زمالك وفي نص الموسم دخلت الزامع الفريق واحتنوكو ازاي كم بالنسبة لي خطوة كبيرة في حياتي أننا كنت في نادي في المنصورة عندنا جيت النادي الأهل لي أحسن نادي في أفريقيا أحسن نادي في مصر الحمد لله أنا بشكر ربنا على الخطوة دي وإن شاء الله بإذن الله ربنا أكرمنا في فريق أول بإذن الله اللي جاي بقى شايفه ازاي واطموحكي خاصة أن هل بقول لي أنت لسه أول سنة لك مع نادي الأهل بإذن الله شابت رجلها تاني مع الفرقى وربنا أكرمنا المنتخب والفريق أول بإذن الله شكرا يا دا ومتماك دهوم التوفيق بإذن الله من كم من اللقاءاتنا ومعنا عمر زكريا واحد من لعب فريق نادي الأهل ومن نجوم وهذا الموسم عمر ألف مبروك الفوز بالبطولة هذا أكثر من رائع برغم كل صحبات لك إن كنت رجالة وكنت عند صغة جمهور نادي الأهل الله بارك في حضرتك الحمد لله إحنا تعبنا من أول الموسم بدأنا في شهر سبعة ودلوقتي إحنا ودخلين في شهر ستة وربنا كل المجن الحمد لله والبطولة أهم المحطات بقى في البطولة وكنت بتعاملوا إذن كابتن سامر كان بتعامل معكم إذن؟ لما كنا ساعات بيبقى فيه وقت بيبقى فيه ضربات ساعات كده كابتن سامر كان يعني مش بيزعق لنا مساوة ولا حاجة كان بيقوينا ويعلم مننا والحمد لله إحنا كنا بنستجيب للحاجات اللي هو كان بيقلها لنا أنتم محكوبة خلال الفترة الجامعة أنتم فريق النادي الأهلي فريق لا يقبل إلا بالبطولة شايفين الفترة الجامعة زيه؟ إن شاء الله ربنا وفقنا كده ودائما نتصعد الفريق الأول ونحق البطولات وحابب أشكر الكابتن سامر واشكر كابتن أحمد روف ودكتور جاب الله وكل الجهاز وكابتن فتوح ودكتور هيمة حابب أشكرهم كله شكرا عمرو دائما موفيين ودائما الأبطال بإذن الله كابتن أسامة دا كان لقاءتنا مع كابتن سامر عبد الرحمن الموديل الفاني للفريق وكمال لعاب الفريق مكملين لقاءتنا ومعنا طبيب الفريق بقى يمكن فريق 2006 دكتور أحمد جاب الله كان فريق 2006 كابتن أسامة كان عنده عديد كده من الإصابات وكانت إصابات طويلة ولكن مع ذلك فريق شخصية البطل كانت موجودة دكتور أحمد جاب الله وطبيب فريق النادي الأهلي الموديد 2006 برحب حالك في البداية طمني بقى وكلمنا عن مشوار الطويل أو من الإصابات على موضوع الموسم لك الحمد لله ربنا كلام كل بطوله ألف مبروك أمس على كابتن أسامة وضيوف الكرام ألف مبروك لكم وجاميري الأهلي الحمد لله الموسم دا كان صعب شوية كان فيه إصابات كتيرة وأغلبها إصابات كسور بدأنا بمحمد أحمد ساعد شهاب بدأ كسرف الرزق وعملنا له عملية وأكبر إصابة طبعا أمير جلو صليبي بس الحمد لله في الفترات الأخيرة واني قدامه شهر إن شاء الله ينزل الملعب وأحمد ريضا كان برضو أصابة ربقا في كسر في الوطر الرضي في القصبة والحمد لله عملنا له العملية تاني يوم على طول والحمد لله برضو بقيله ثلاثة سابيع وأربعة سابيع وفيد التمريم مع الفرق إن شاء الله دكتور عحمد يعني يدركوا بقى كجهاز فني وضيداري وطبي والتعاون اللي بينكم شافوا إزاي يعني ساهم في الفوز النادي الأهلي بالبطولة والأداء الرعدة الحمد لله الفرقة دي أنا كنت معها السنة اللي فاتت الحمد لله فرقة كلها العيبة كويسة جدا واخلاهم عالية وملتزمين الموسم كان صعب شوية وخصوصا كمان الإصابات كتيرة وضمنها كلها العيبة أسسية والعيبة كمان بتلعب في المنتخب بس أعزمتهم الصراحة وإصرارهم يعني أنهم عارفين قيمتهم يعني هم أكبر من سنهم الصراحة في أنهم عارفين قيمة تشيرت وقيمة نادي الأهلي وحتى زي النهار ده مطش برضو بيقدوا بكل بطولة مع أنهم مخدير البطولة شكرا كابتن أسامة ديكت لقاءتنا عقب نهاية مباراة الأهلي وزيد انتهى بالتعادل الإيجابي قالك أن فريق النادي الأهلي هو بطل الجمهورية مواريد 2006 يوم جديد من أيام انتصارات النادي الأهلي يا رب دمح علينا نعمة وإن شاء الله كلنا نبقى مع موعد مع الانتصار الكبير وفوز النادي الأهلي إن شاء الله مساء الاسنين المقبل ودور أبطال أفريقيا للمرة 11 والثالثة على التوالي كل التوفيق وكل الشكر لليك يا كابتن أسامة وضيفك في الستوديو ودائما يا رب نلتقى في انتصارات الكاملة وحلالك تفضل